ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض حوار مع الشيخ سلامة رقاعي شيخ قبيلة الدواغرة على هامش جولتنا الخاصة في سيناء اللي أجراها مصطفى كفافي براحة بيكم مرة تانية وبالتأكيد قبائل سيناء لعبة الدور الأهم في المعركتين سواء معركة الحرب على الإرهاب أو معركة التنمية والتحرير نموذج مهم جدا من نمازج القبائل هنا في شمال سيناء هو نموذج قبيلة الدواغرة اللي ما ننفعش أبدا نغض الطرف عنه هذه القبيلة دفعت التمن بالدم 16 واحد من أبناء هذه القبيلة استشهدوا لأنهم حربوا كتف بكتف مع الجيش مع أبناء قوات المسالحة ومع أبناء الشرطة في معركة الإرهاب والآن حطوا قضيهم أيضا مع إيد الدولة من أجل معركة التنمية على أرض شمال سيناء رحبوا معايا بضفنا النهاردة معانا مشرفنا الشيخ سلامة الرقيعي شيخ قبيلة الدواغرة في شمال سيناء اللي حكلمنا عن كل هذه التفاصيل أهلا بيكو كل سنة وحركة طيب كل سنة وحركة طيب أولا بشعب المصر العظيم وقواتنا المسلحة وحقيقة الشرطة والقيادة السياسية ومثالة في سيد الرئيس حفتاح السيسي باعتباره يعني صاحب الانطلاقة القوية وفي مدة زمنية وجيزة في انطلاق التنمية والتعمير بصفة أساسية وأيضا ضحض الإرهاب ووضعه في مقتل بالتأكيد كان لكم دور مهم جدا حضرتك أو قبيلة حضرتك حربة كتف بكتف مع القوات المسلحة ومع الجيش كلمني عن تفاصيل هذا الأمر اللي حصلت تحديدا من هم أبرز هؤلاء الأبطال أو الشهداء يمكن أنا يعني مش هأسرد سر التاريخي ولكن أوضح لحضرتك شيء بالنسبة للقبائل بصفة عامة هي قبلت بلاء حسن على مدار التاريخ في مقاومة الاحتلال أولا ثم مكافحة الإرهاب وبتعاونها مع القوات المسلحة وبالتالي هذه المعضلة ما كان لها أن تستمر نظرا لفعالية القوات المسلحة والاستفادة من المكون القائم على هذه الأرض ومقاومة ومكافحة الإرهاب بالتعاون الصادق والوثيق بينها وبين أبناء القبائل يعني تكون الاتحاد يشمل جميع القبائل بالأضاف أن كل قبيلة لها نطاق وحيز ودرك مكاني هي بتبدأ في ضحض هذه الآفة والحمد لله طبعا انتهت إلى غير راجعة لو أخذنا تاريخيا الحروب على تواليها واحتلال سيناء في فترات متعاقبة وكانت الأبناء القبائل العيون فاحصة ورادرات تمشي على الأرض لاستفادة منهم بمد القوات بالمعلومات والمخابرات الأجهزة المعنية المخابرات الحربية وغيره بالإضافة إلى القتال خلف خطوط العدو وضرب العدو في مقتل وفي بعض معسكراته وعمليات نوعية في معداته وهكذا في العتاد الذي كان يذهب إلى خط برليف الذي قيل عنه الله يقهر وقهر والحمد لله ولكن معركة الإرهاب يعني يمكن أنا أحبث شيء إن لم تتوقف عجلة التعمير أو عجلة التنمية أثناء وجود الإرهاب وإن كانت يعني تعطلت قليلا أو تأخرت لكن وجود الدولة كقوة على الأرض وقوة فاعلة عززت أيضا مكافحة المواطنين من أبناء القبائل بصفة عامة وقبيلة بصفة خاصة في مكافحة هذا الإرهاب والوصول به إلى أن ينتهي تماما يمكن حضرتك ونت في رفح الجديدة حاليا بالقرب من منطقتنا الحدودية ترى ملامح التعمير والعمران التي صارت بقطة حديثة وخصصا في العقد الوجيز اللي هو عشر سنوات الماضية من 2014 حتى 2024 عامنا الحالي يمكن مناسبة هذا الاحتفال افتتحت بعض المشروعات الكثيرة وهناك مشروع زراعي قائم أيضا تساهم في القبائل بالزراع اللي لديهم خبرات زراعية وبالتالي هناك مساهمة كافية بأن تكون سيناء بصفة عامة والجزء الشمالي منها بصفة خاصة موئل ومصدر للغزاء أو سلة غزاء لا أقول لمصر بالكامل لكن تساهم مساهمة أساسية وحيكون إن شاء الله مستقبل مصر في سيناء حالك قلت لي أن كل قبيلة لها حيز جغرافي يعني منطقة بتسيطر عليها وهذه المنطقة بالتأكيد بتخضع برضو لقصة القضاء العرفي تعمله إيه مع من يعني يزبط انتماءه للإرهاب يعني إزاي بيستتاب يعني الحمد لله يعني لم يتم من أبناء القبيلة لم يشذ أحد من أبناء القبيلة ويتجه إلى أي جانب آخر معادل الوطن هذه واحدة هذه واحدة أنا أتكلم على يعني أنا أخذ بعض النمازي من 16 شهيد من أبنائنا يمكن فيه أب وابنه أخذوا غدرا وكان وقاوم ولكن طبعا إيه قد استشهد هو وابنه في في تلك قاعدة يعني طبعا عرفنا بعدين من وجود سيارته في مكان معين تم العثور عليها وطبعا وهم إيه قضوا نحبهم بالإرهابيين يعني الإرهابيين يعني إن كان بعض الأفراد الذي غرر بهم لكن الأغلبية موجودين من أماكن أخرى وفي فترات الحارجة التي يعني ضعفت فيها الدولة في توقيت بعد 2011 كان هناك تسلل لأعداد كبيرة من جهات أخرى لكن أنا هتكلم نعم هتكلم في أننا بيكون بوجود الأبناء القبائل في مجاعدهم أبنائهم أو أحفادهم هم أيضا لا أقول أخذوا شهادة تقدير ولكن هو وضعهم مقدر من جهات الدولة المعنية بأنهم قواموا الإرهاب جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة يمكن أحد أبنائنا اسمه أحمد الدولي استشهد وأثناءه وأثناءه هو يقاوم وأثناءه هو يعني جنب زملاء وأنهم يدخلوا في موقع يعتبر ملغم ولكن هو خاطر بنفسه وحاول جاهدا أن يأخذ هذا الضرر ويبعده عن سير الحملات وسير السيارات الخاصة بالقوات المسلحة وكان فداء لنفسه واقود واستشهد في ذلك الوقت طوعية ورغبة منه ودافع وكان يرغب في الاستشهاد في ذلك الوقت رحمه الله يمكن هذا نموذج بسيط من قبيل لكن قبائل جميعها في سيناء أبلت بلاءة حسن وضحت بما لديها بل إنها حتى ضحت بيعني كان هناك زراعات مستقرة عطلت تلك الزراعات نتيجة للرغبة أيضا في مكافة الإرهاب واجتثاثه من جذوري طب بالتأكيد برضو فيه شكل من أشكال المحاسبة عندكم في قبائل شمال سيناء أنا مش بتكلم بس على قبيلة الدواغرة ولكن بتكلم على كل القبائل النظام هناك عمل إزاي بتعملوا إيه علشان تحزبوا من يثبت انتماءه لأي فصيل إرهابي إزاي بتحوطوه أو إزاي بتعرفه ده وإزاي بيكون الحكم هنا في هذا الأمر المجالس العرفي يعتبر دي درس يعني احنا لدينا القضاء العرفي القضاء العرفي يعتبر بيرفع عن كاهل الدولة عبء التقاضي الرسمي يعني التقاضي الرسمي يعني يرفع كاهل عن أقسام الشرطة بمعنى أن المشكلة يتم حلها وديا وبالأسليب العرفية القضائية يعني القضاء حتى القضاء العرفي على درجات كما القضاء العادي يعني ابتداء واستئناف ونقض هناك أيضا ثلاث درجات للتقاضي العرفي وهناك مختصين بالقضاء يعني هناك قبيلة معينة مختصة بقضايا الدم قبيلة أخرى مختصة بقضايا العروش والثمار هناك يعني متنوع نعم بتسليم جيل وهذا العرف سائد بمعنى أن هناك مدرسة عرفية أو مدرسة متعارفة عليها في المجالس وفي المقاعد والدووين في القبائل يكون هناك القاضي يجلس ويستمع إليه الحضور ليس أطراف الخصوم ولكن الحاضرين من أبناء المكان للاستماع إلى ذلك وتوارث هذا الأمر لكي يعطي نوع من الأمن والسلم الاجتماعي احنا عندنا مبدأ بيسمى مبدأ التشميس بمعنى أن من شذ عن القاعدة أو من شذ عن أن يكون في طوع القبيلة وفي النسق الطبيعي وفي رعاية الوطن والذود عنه بيتم تشميسه بمعنى إخراجه في الشمس ولا يستظل بذل القبيلة هذا مبدأ موجود أساسا قائم فأي شيء بيكون بعادة مجتمعين يعتبر إذا شذ عن القاعدة فينتهي خلاص ونقول عوقه فوقه أو أنه همه ودمه بعيد عن القبيلة يعني لا تقف معه ولا تحتضنه ده شيء طبيعي لأن وحالات الشذوذ عن القواعد المتعرف عليها وعن الانتماء الوطن وحبه وحمايته قليلة ليس لها حصر يعني طب معركة أخرى تمت على أرض شمال سيناء غير معركة الحرب على الإرهاب معركة التنمية والبناء حضرتكو في قبيلة الدواغرة وعدد كبير من القبائل أيضا شركة الدولة المصرية في هذا الأمر بعدد كبير من المشاريع من خلال الأبناء قبائلكو أو من خلال فرص العمل المتاحة عملتوا إيه؟ أنا يمكن أواقعة بسيطة في بداية ولاية السيد الرئيس الفتاح السيسي في عام 2014 كان يجتمع بعدد من أبناء القبائل وذكر أن إذا كونتم إذا بدأتم في مشروع مشروع قومي يرتكز على وجود صناعة بجوار المواد الخام وسوف تساهم الدولة معكم وسوف يتم الانطلاق من خلال هذه النقطة إلى عدد مشروعات المماثلة وحصل إن إنشاء مجمع للرخام شركة مصر سيناء للاستثمار بالتعاون مع جهاز الخدمة الموطنية وفعلا وعدد من أبناء سيناء هم المساهمين في هذا المشروع هذا يعطي دفع السيد الرئيس وجه بتوطين الصناعة أي أن يكون هناك المصنع عند المادة الخام ولا يتم نقل المادة الخام إلى أماكن أخرى أو إلى تعبر قناة السويس وبالتالي هذه الفكرة بدأت في تطويرها حاليا يتم مشروع يتجاوز 500 ألف الدان بدأ به جهاز مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصدر له قرار أخير بمساحات من الأراضي لكي يستفاد من محطة معالجة بحر البقر هي محطة العملاقة في شرق القناة جنوب نفق برسعيد ويتم الاستفادة من هذا المشروع لوضعه من ضمن سلة الغذاء المستهدفة في مصر لكي يحقق لنا اكتفاء ذاتي من بعض السلع الاستراتيجية يمكن أبناء القبائل المساهمين بمعنى أنه بيذهب إلى أن يستثمر في جزء من الأرض في أعمال المقاولات أعمال العمران بصفة عامة أغلب الشركات من أبناء سيناء الشركة المكان الذي نحن فيه أغلب الشركات قامت بالإنشاءات من خلال وزارة الإسكان واللهيئة الاندسية والأجهزة المعنية من أبناء سيناء وبالتالي المشاركة قائمة قناة السويس الجديدة كان أغلب الشركات أبناء سيناء إذن المشاركة قائمة من أبناء سيناء على مدى التاريخ وخاصة في العقد الأخير للرغبة أو رغبة الدولة أن هناك إرادة في تعمير سيناء بل تعمير مصر بصفة عامة وتأهلة لكي تكون جمهورية جديدة إن شاء الله وتكون في مصاف الدول المتقدمة بالتأكيد يعني قابلة الدواغرة كان لها دور مهم جدا دور وطني درسة مهم جدا جدا ما يقدرش ننساه سواء في معركة الحرب على الإرهاب أو معركة التنمية والبناء شكرا لك الشيخ سلامة الرقيعي الشيخ قابلة الدواغرة في شمال سيناء نورتنا وشرفتنا في صباح الخير مصر شكرا جزيلا لحضرتك